في العرلية أحبائي نرى سيادة الله ونرى من ناحية أخرى مسؤولية الإنسان نرى أمانة الله ومن ناحية أخرى نرى فشل الإنسان كبطرس كيهوذة كالتلاميذ اللي هربوا نرى في العرلية محبة المسيح اللامتناهية الغير مشروطة الغير محدودة نرى أيضا توقيت الرب العجيب كان عالم بكل شيء نرى أيضا في العرلية أحبائي شيء مهم جدا مش بس أمانة الرب نرى أن هذه أصبحت فريضة مسيحية أنه بكل الأحوال كان هذه تحولت لفريضة في علم الله السابق لكل الأحداث فالمسيح مع التلاميذ في مزيج من الحزن ومزيج من الفرح الجدير بالذكر أن العشاء الرباني أصبح فريضة رسول بولوس قال لأني تسلمت ما سلمتكم أيضا فإذا كانت فريضة إلى اليوم الكنيسة المسيحية بتمارسها أصبح فريضة مكتوب لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء فهذه الفريضة تظهر لنا المحبة الأخوية تظهر لنا الشركة المقدسة وهذه الفريضة هي عبارة عن وقت للتأمل نظر للماضي ننظر ما فعل يسوع من أجلنا غسلنا بدمه طهرنا ونقانا واشترانا فدانا وجعلنا خليقة جديدة شعب الله ثم نظر للحاضر ليمتحن كل واحد نفسه فهي فترة لنمتحن قلوبنا هل في شيء لا يمجد الله ثم أحباء هي نظرة للمستقبل فنحن نفعل هذا الشيء في كل الاجتماعات الكنسية أن نأخذ جسد الرب إلى أن يجيء فدائما في تطلعاتنا ليس فقط الشركة والفرح في الحاضر على أساس أن في يوم للأيام يسوع المسيح راجع حتى نكون معاه في كل حين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر